بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم من جديد في هذا التسجيل طبعا هذا التسجيل أيضا سأوجه فيه رسائل ولذلك جعلت عنوانه رسائل عاجلة وخطيرة في الحقيقة طبعا هذه رسائل سأوجهها للآباء وأوجهها أيضا للأبناء في الحقيقة لا أدري من أين سأبدأ ولا كيف سأبدأ ولكن ما فيها بس أبدأوا معكم بهذه القصص وهي في الحقيقة قصص واقعية مؤلمة إما شفتها حضرت لها وإما حكاها لبعض التلاميذ القصة الأولى هي واحد تلميذة قبل شهرين من الآن تقريبا جاءت كتسويني واحد سؤال جاءت مع مجموعة من صديقاتها لما انتهت الحصة كتسويني واحد سؤال يعني سؤال لا حول ولا قوة إلا بلا ما هو السؤال السؤال هو أنهم عايشين في بيت كبير فيه خالتها وجدتها يعني من أمها وخالها بيت كبير وشينهار دخلت لهذاك البيت رجعت من المدرسة دخلت إلى البيت البيت خاوي ما فيه تشي واحد فهي دخلت للحمام في المخرجة من الحمام رجع زوج خالتها من العملي ما أخدمش والله ما نعفه ورجع فبدأ يتحرش بها كتقول لي أنه لما هي شفت بدك شكل دخلت سدت عليه الباب وحاول أن يكسر عليها الباب وعد الكلام الفاحش وغير ذلك كتقول لي شنو غادي ندير وش نقولها الماما وش ما نقولها مش نو غادي ندير لا حول ولا قوة إلا بالله السؤال هنا مش مش نو غادي السؤال هو كيفاش البنت وصلت الواحد لمرحلة وهي كبيرة وما تستطعش ولا تستطيع أن تتكلم مع أمي في موضوع مثل هذا اللي قد يؤثروا على حياتها كلها قصة أخرى وهي أيضا قصة لتلميذة كانت سدرسة عندي وهي مؤلمة كثيرا عبدالله رجلس أن النهار اللي سمعتنا هذه القصة والله إلي مرت مرت فيها أياما هذه التلميذة كانت سدرسة عندي قبل سنوات وأخذت شهادة الباكالوريا وغادرت المؤسسة وذهبت درست في إحدى المدارس وأبما حصلت على الشهادة أيضا هناك بعد تخرجها البنت أصيبت بالطراب ظن أهلها أنه مس وجن وغير ذلك فعرضوها على الرقات كل مرة يجيبوا ليها أفقيه ولا راقي ولا كذا كيقرع ليها وحتى يقول لي عندك سحر وحتى يقول له سحر لك كذا وحتى يقول له فيك دادي الجنون وهالكلام طال بها الأمر وهي في تأخرين وتراجعين في صحتها وفي بنيتها الجسدية والعقلية فاتصل بأخوها تأوت الميد عندي كان ضعس عندي وحكى لي الأمر ولما ذهبت إليها وزعتها يعني في الحقيقة والله إلى ذلك النهار بكيت من شدة ما رأيت هذه البنت البريئة الجميلة التي كانت تجلس في الطاولة الأولى وتشارك وتستعد لأن تستقبل حياتها بنشوتين وشوقين وغير ذلك تغيرت ويعني وكأنها ظهرة قد ذبلت السبب هو أنها تعيش الضطرابة نفسية لما تحدثنا معها وعرفنا المشكلة هو أنها في الدراسة كان عندها علاقة مع أحد الأشخاص هذه العلاقة دامت تقريبا ثلاث سنوات أو أربع سنوات لا أذكر وكانت وكانت علاقة يعني وطيضة ووعدها بالزواج وغير ذلك ثم من بعد جمح وجاته وزاد وغادر المغرب وتركها وحيدة وهي كانت قد تعلقت به تعلقا تنتظر منه أن يأتي للزواج فوافق ذلك بعض المشاكل داخل الأسرة وقعها النوع من الاضطراب الاضطراب النفسي الشديد حتى أنها عفدت أن تأخذ الدواء هذا الأمر يعني حزين جدا كيفاش السؤال لطحنا قبل فيني الأم أين هو الأب قصة أخرى هذه وقعت قبل سنوات لتلميذة أخرى كانت تدرس عندي واحد اليوم جاء الأب ديالها جاء عندي حساس يضق عليها في الباب ديال القسم خرجت قال لي فلانا كتقرأ عندي ما لها قال لي جاشي واحد يخطوب فيها للزواج وهي قابلت وأنا أعفض أنا ما بغياش تزوج فعليين قلت له أنا أريد أن تتكلم معها ليس مشكلة إبنة صغيرة ليس وقت تزوجها هذا أحنا نتكلم معها ونشوف ماذا عندها فلما تكلمت معها المشكل أن هذا الأب هذا ديالها طلق أمها مهم طلقا ما خارج المغرب والأب تزوجة زوجة أخرى هذا البنت هذي كتحلف بالله وتتبكي كتقول لي أنا كان قلس ثلث أيام بعض المرات أربعة أيام لا أكل شيئا وهي تعيش بعيدة عن المدينة التي تندرس فيها هي تعيش بعيدة تقريبا عندها واحد لخمس أو ست كيلومترات كتجي كتوصل كتوصل لمدرسة وكتجي على رجلها والأب ما كيخلي لاش حتاج دراهم ديال تركبوه هذيك اللي كيحملوهم هذيك ما عرفش العرب التي يجروا هالحصان تعدك دراهم باش كتركبوه ثلاثة دراهم ما كيعطيهاش لها وكانت فاش كي يشد عليها جوع بزاف وكانت جوع بزاف كانت تمشي عند شي جدتها كانت تعطيها شي حاجة ولا كتبات عندها شي ليلة باش كتتاكلها فقالت لي أنا في هذ الحالة هذي لما يجي واحد يطلبوني للزواج وكانت زوج وخي قالت لي أنا أخذت كل جهنم نمشي نرمي رأسي فيها شو جدا نفكر في الرجل المناسب مع أنها وهذو اللي ذكرت كاملين مجتهدات ومجدات في دراستهن ومتمييزات فهذا الأب هذا ناخدت الهاتف دياله من عندها اتصلت به وقتله أنا هو الأستاذ الفلاني اللي جيسي عندي نهار كده دباراً يبغي تضاره ويطلقك يا إما نجي عندك يا إما تجي عندي يا إما نطلقه في المقهى ويمغس نضاره نادك اليوم حتى الهاتف غياره السؤال هنا وش هؤلاء آباء وأمهات المفروض أن هذ الآباء وهذ الأمهات هما اللي يحمي الأبناء ديالهم وهم الذين يقفون بجانبهم لكن للأسف الملاحظ أن الآباء في غفلة عن هذا وأن أحياناً تجد الأب والأم يشتغلون بأشياء تافية في الحياة وينسون أهم شيء وهو الأبناء يعني لماذا؟ لماذا نفرط في متابعة أبنائنا ومصاحبتهم ونصحهم وإرشادهم وأي شيء أهم في حياة الإنسان إذا لم يكن أبناؤه؟ هنا بعض الأباء ربما يهتم بالنحية الأكل والشرب والدراسة وغير ذلك ولكن يغفل جانباً مهماً في حياة الطفل هو الجانب العاطفي هذه البنيتات هذة اللي يوقعوا في هذه المشاكل مثل هذه تجد عندهن ضعف أو ضعف اهتمام بالعاطفة داخل البيت ولذلك أنا لا أتخيل كيف أن الأم تفشل في أن تربط علاقة وطيضة بابنتها حتى أنها تجي تحكي ليها كل شيء هذا هو المطلوب حتى لا تقع هذه البنت ضحية للذئاب المتربسة في الخارج هذا أمر مؤلم طبعاً هذا فيما يتعلق بالحالات ذي لبعض البنيتات لكن لا يعنيش أن الأبناء أيضاً عندي قصص أخرى مؤلمة فيما يتعلق بالأبناء الضكور وحد اليوم وحد تلميذ داخل القسم تيجي من الشعال البريكا ما بدها في القسم ونحن نرى ما بدها معا فيك يحرق واحد الخيط نزل من قميصه أو من قام بفشته في آخر الحصة ناديته تكلمته معه وطبعاً مع العلاقة الوطيضة بيني وبين التلاميذ لأن كان زعمع اليوم أدخلت يدي في جيبه قلبته فتشته وهو يضحك ما لقيت؟ قلت باكياتي لا أعرف ما هي كوينستون أو ما يقولون لها قلت له ما هذا الشيء؟ ما هذا العجب؟ ها قلت له يا أستاذ هذا الشيء الذي أعطى الله؟ ايوه؟ قلت له كأن أأخذ جوج باكيات في النهار في الساعات قلت له ثلاثة وثلاثة قلت له الوحدة قلت له ثلاثة وثلاثين درهم يعني جوج باكيات بستة وستة درهم هذه صجائر قلت له كيف تأخذ الشيشة؟ الحشيشة وكذا قال لي كندر يعني تقريبا اليوم كيطيح عليه بمية درهم مية درهم ديال الحشيش وديال القارو هذه ديال الكماية مية درهم شكو اللي كيعطيه الفلوس؟ قال لي أمي وبدون علم الأب الأم هي اللي كتخلص عليها كتعطيه مية درهم في اليوم لبهد الإبنة هذا هو قرى ووصل إلى أينما وصل هو يضيع أمواله وصحته فمن المسؤول عن هذا؟ شكو اللي خلاه يعني يتدرج في هذه الكوارث حتى يصل إلى هذه المرحلة مرحلة الإدمان؟ طبعا تكلمت معه ونصحته وكانت لنا جلسات بعد ذلك ولكن لم يستطع مستطعش أنه يتخلى نهائيا على على هذا الصدخين هذا كثير من التلاميذ بعض المرات يعني لما كتشوفه وكتشك فيه كتعيط له كتجيه كتقلبه ومعا أنا كنزمع اليوم كنقلبه كنقلبهم كنلقم عندهم هذيك التلام ما كيعفوه وكيعفوها الأباء هذيك الكالة كيسميوها الكالة واحد طابة كيديغاف واحد الميكا وكيحشيوها تحت الإنسان دياله وكيخليوه باش كتعفعهم إلى العالم الآخر وهذه خطيرة جدا وتمنها رخيص يعني يدمنون عليها فأنا مؤخرا يعني في السنة الماضية لقيت تلميديني تلميد الأول كان يلا في الأسبوع الأول سطع أن يتخلص منها لكن تلميد آخر كان مضت عليه ثلاثة أو أربع سنوات ما السطعش في لهم الآباء قبل أيام جاءت أم تسألوا عن ابنها فوجدته قد تغيب تسعين ساعة يلا ما زال ما سالين الدور الأولى تسعين ساعة للغياب وعلش خلي تغيب تسعين ساعة جيتي في أين هي الأم وأين هو الأب طبعا الأب برهم شغول أو يجلس في المقاهي أو يسافر مع أصدقائه أو خارج التغطية ما نعرف شو لا مكاين شو لا الله أعلم والأم راها قلصا مع التلفاز معا شي حلقة سبعمية وسبعة وسبعين لمشي مسلسل تركي أو ما نعرف شنا هو والأبناء لا يعلم أين هم وأين يذهبون إلا الله سبحانه وتعالى ولك عندك تظن أن كل الأبناء الذين يأتون إلى المدرسة يأتون لأجل الدراسة لا والو راقل قليل هم الذين يأتون للدراسة والأغلب يعني حمد الله إلا ما نحارف شره ماشي لا بدي يدرس قاعد في الأخير كتقول بناقص من هذه الدراسة إلى السطع تنحب ضغيع على العقل دياله سليم وعلى الجسم دياله سليم وعلى أنه ما ينحارف شو وعلى أنه ما يوسيش الأمور المحرمات يكفي إلا جاب الله شي حاجة من بعد فهي فضلون وزيادة أما إلا ضيع تيه الدين دياله وضيع صحة دياله وضيع الأموال دياله ودراسها ضيع فيها أصلا فكضيع كل شيء لذلك أنا من خلال هذا المقطع يعني احتلاء طلع عليكم أحاول أن أوجه رسائل رسائل عاجلة إلى الأباء تقوا الله في أبنائكم هذه مسؤولية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ستسأل عن هؤلاء الأبناء ولن تسأل عن دراستهم فقط ستسأل عن دراستهم وعن صحتهم العقلية والنفسية والعاطفية وستسأل عن دينهم لأن هذه مسؤولية يجب أن تهتم بها رسالة ثانية أوجهها إلى الفتيات أقول لهن إحضرنا من الذئاب الذئاب البشرية الذئاب الجائعة التي تنتظر تنتظر أن تخرج هذه الفتاة وأن تنحرف عن القطع حتى يسهل أكلها ويسهل نهش لحمها راه بعض البنتات ما كيفهموش هذا الشيء كتدير علاقات تعتقد أنها على قبرئة أو أنها تريد الزواج قبل أسبوع أو أسبوعين رسلت لي شيء تلميذة كانت عندي ومشات الجامعة رسلت لي واحدة رسالة فأنا لم أفهمت هذه التلميذات كيف أشكيف كون قال لك قد دخلت جلست مع واحد الطالب معي في الكلية وبغضيناك ندرسه رياديات ومن بعد في آخر الحصة وجدت قلبي قد تعلق قلبي قد تعلق قد تعلق قد تعلق وخل الله وتعلق هذا اللي تعلق قل قلبك يتعلق به شنو من بعد وش هو الآن مستعد للزواج لا قلت لك هو واحد خمس سنين ولا ست سنين أتقلت معلوقها خمس سنين ولا ست سنين هو ما يخلكش معلوقها السنين وغاسه يقضي غاردة وغادي له حك وهذه حالات نعرفها ولذلك يجب أن تفكري بعقلك جدا قاعد تخدمي معاشة رياديات ولا فيزياء ولا هذه الأمور مهمة جدا الزواج له طرقه له بابه فالذي يريد الزواج يأتي من الباب أما الذي يتسلق الصورة ويقفز من فوق الأسطحي أو يتسلل من النوافذي هذا فاحذره لا يريدون الزواج لا يمكن عقلاً خلي شرعاً ما يمكنش واحد تدري معه علاقة خمس إلى ست سنوات وتتقاس عنها في الحرام وتقول يجي في الخرج يخطبك وتزوج بك لا يوجد مثل هذا أنا ما أعتقد وأنا أعرف حالات وأعرف الغجال وأعرف وأنا أضرابهم وكان أعرف كثير من الحالات في هذا الباب وتقول هو تصرح ليك تقول أنا أمدو زقيت وهي المسكينة تصدقه أنه سيأتي في يوم من الأيام ويطرق عليها الباب وسايني أنتك غدد سايني لذلك هنا واحد القصة للتلميذة أيضاً كانت عندي قبل سنوات هي التلميذة كانوك يدرسوا عندي في المؤسسة عندما ندوز لقاهم بجوج داخل المؤسسة وخارج المؤسسة فوق الشجاري تحت الحجاري يعني حتى يديروا الطواف ومراه يديروا كيصلي والضحف يعني عجيب تقول تا أشهد عليها أبا بكرين وعمر وتقول لها عندك لأنها لم يكن أحشمش منهم تقول لها كذاب عندك التقي به ليس يغي هو أقول لهم كذابة تقول لي لا أستاذ فمضت هذه العلاقات يمكن ثلاث سنوات أربع سنوات واحد المرة ويصفت لي رسالة قلت لي فعل أنا أستاذ هذا الشي اللي قلت لي فعل هو اللي كان صافي بل هذا اللي سيبقى معك خبسين للسنين خبسين للسنين سيكون بانش حاجة أخو أحسن منك أنت هذا ما تابع السوق هذا هذا ما بغيش الزواج هذا ما تابع الموضيلات الجديدة ولذلك ما تُعطيش رأسك معامة لهؤلاء اللي غا يضغيك غا يجي عندك الضار وغا يضق عليك ويأتي البيوت من أبوابها اختم برسالة للشباب تقول الله في أنفسكم وفي بنات الناس وأنا أقول للشباب كلمة لعلها تحيي قلوبهم اعلموا أن الزنا دين الزنا دين وكما تدين تدى ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله له أبيات رائعة في هذا الباب يقول الزنا دين إن أقردته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي دين سلف إلا سلفته غا يتردوه من إن غا تردوه هكي لك يسحب العصد كي أرى عندك الأم ديالك وعندك الأخت ديالك ومستقبلا تكون عندك زوجات وبنات غا يتردى دك الدين وذلك قال إن أقردته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي من يزن في غير بيته بألفي درهمي يزنى في بيته بغير الدرهمي وهذا شفناه؟ هذا واقع رأيناه وربما إن شاء الله سأحكي فيه بعض القصص احتلاء طلاء عليكم وإذا يستعى الله سبحانه وتعالى سنخصص سلسلة مختصرة للحديث عن الزواج وأحكامه وكل ما يتعلق به خصوصا ما نشهده اليوم من انحراف بالنسبة للشباب في هذا الأمر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ أبناءنا وأبناء المسلمين أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته